صباح الخير تحيي عاترة إذا المداخلة بعنوان فرانس فانون بين النظام ضد الاستعمار وتحرير فلسطين يقول فرانس فانون لم يتركنا الاستعمار والإمبريالية وشأننا عندما سحب أعلامهما وقوات الشرطة التابعة لهم من أراضينا لقرون عديدة تصرف الرأس ميليون في العالم متخلفة مثل مجرم الحرب الحقيقيين وكانت عملية الترحيل والمذابع والصخرة والعبودية الوسيلة الرئيسية المستخدمة من قبل الرأس مالية لزيدة احتياطاتها من الذهب والماس وثرواتها وتثبيت قواتها على مدى العقود الماضي كانت أعمال فرانس فانون موضوعا لإعادة استثمار أكاديمي واسع النطاق إلى حد أن تصبح مرجعا أساسين في مجلات دراس ما بعد الاستعمار ودراس إنهاء الاستعمار وتحقيق التحارب والنظرية النقدي للعرق وما بعد من ذلك ولكن الجانب بذي يسيروله هناك سيرول أخرى تتدخل مع أحيانا مع أنها غير قبل الإختزال إليها وهي تاريخ الاستخدامات القتالية ونظالية لدرس فانون منذ وثاة عام 1961 حتى اليوم في العديد من النظالات على مناظر الاستعمارة على نتاق عالمي وخاصة يقع استثماره في نظال الشعب الفلسطيني من أجل الاستقلال والسيادة والحرية لكن من هو فرانس فانون؟ فرانس فانون هو واحدة يجسد كل قضايا تاريخ الاستعمار الفرنسي مناظر في المقاومة مارتينيكية انضمها مثل ملايين من جنود الاستعمار إلى الجيش الحر من منطق الولاء لفرنسا وفكرة الحرية التي تجسدها في عينيه ككتب شاركة في غليان باريس الأدبية في فترة ما بعد الحرب حيث ناقش بليك للمصير الشعوب المستعمرة كطبيب أحدث ثورة في مجال التب النفسي حيث سعى إلى تأسيس يعني تشخيص معرفة أسس مرضى في علاقات لهي من أو تشخيص نعم تشخيص أسس وأسباب مرضى في علاقات لهيمنة في المجتمعات الاستعمارية ناشد في يجمع من خلال عملية وتاريخ غضب الناس الذين سحقتهم قرون من القمع الاستعماري من ناحية مقابلة شهدت العقود الأخيرة ظهور أبحاث يعني التي تشدد الطريقة التي نفهم بها فلسطين والفلسطينيين وتعكس هذه التواجهات ونمذج بشكل خاص المأزق الذي يجد المشروع الوطن الفلسطيني نفسه فيه واستمرار الاستعمار للإسرائيل والأزمات وصراعات الدائرة عنه سواء الإقليم والعالمي ومتدخلة فيه أو حتى تطور الأطر والأدوات والعلوم الاجتماعية إن ما يحدث اليوم في إسرائيل وفي الكيان الغاسب وفي الأراضي المحتلة يدعون إلى عاد قراءة عمل فرانس فانون والتفكير في مسألة الاستعمار والهيمنة والعنف ضد إطار تحليل ذو أهمية دائمة لتحديد الأفاق وتصور ظهور البدائل والسياسية وإن الإطار الاستعماري أو بشكل أكثر دقة الاستعمار الاستيطاني فيما يتعلق بالوضع الإسرائيلي الفلسطيني ليس مراحظة مهينة تسمح ليس مراحظة هينة تسمح بعنوان إسفزيزي ولكنه مجال دراسة راسخ ومتوسع باستمرار وواجهة الانتفاضات هذا التوزيع للسلطة خلف الجبهات يقدم رحلة عبر عقولنا على طرقات فلسطين وفي إرث فرانس فانون يجد على استراتيجيات الاحتلال وعاقبة النفسية وأدوات الفلسطينيين في مواجهتها في هذا العمل بأسوات متعددة ترقص مختطفات من الوقاع والمقابلات والهروب والشعر جنبا إن جنبا معا ما لا يمكن رؤيتها في الشوارع والمناظر الطبيعية الفلسطينية ومن يعني هذه فلسطين مجزع يتقسم النساء والرجال ذو لهوية متعددة الاجتماعية والجغرافية والثقافية والسياسية التواجهة الديني مقاومتهم وصمودهم والسبزيلهم بالدفاع عن أرضهم ولأن الاستعمار اليومي لا يقتصر على الأرض والسماء والسكن والمياه فهو لا صحيح لفرض نفسه بقول السلع فحسب بل يحمل أيضا على العقول خلف الجبهات لقد كان فرانس فانون طبيبا نفسيا وفلسوفا ثوريا وكاتبا وقد ساهمت كيوكتبها المؤثرة بشكل كبير بما في ذلك كتابه البشرة الصوداء والأقنع البيضاء في إثراء مشموعة واسعة من الدراسات وقالها مثل حركة ثورية من فلسطين إلى سير العينكة وجنوب الفريقية كانت سيرة حياة فلسوفة الماتريسة تجربة تحريرية بامتياز وأعمالة الاستثنائية منذ نشأته في المارتينيك تضاف إلى جهوده ناضجة لدمج التحليل النفسي محل فلسفة تتحدث مباشرة عن نزالة اليوم ذات الحنصرية والاغتراب والاستيطان بالنسبة لفرانس فانون فعن تحرير شعوب المضطهد والمستعمل يمكن أن يكون نتيجة لعملية سحرية أو صدمة طبيعية أو اتفاق ودي إنساني عالم ثالث وإنما هي حركة ثورية تعمل لتطوير الوعي دون السماع لنفسها بالبقاء في فخ الجوهرانية أو أي هوية فريدة وثابتة عندما نشر فرانس فانون مقالته الأولى في عام 1950 كان اللاعنف الذي دعا إليه غاندي في سعود وهي وسيلة تركيز النظام من أجل استقلال على استراتيجية الجمهور بدل من تركيز على الإجراءات القوية قد قادتهم ملاحظة فانون نفسية نحو طريق أخرى ينجج النظام الاستعماري أمر هذا المعصاب المحدد للغاية ولسيما العنف المواجهة ضد الذات يفسر فانون والإفراد إجراء في الإجراء في الإجراء على السكان الأصليين في شمال أفريقيا مثلا على أنه ليس باعتبار رجعية بل كتعبير عن حرية مقايدة اليوم كنت أوجيها إلا ضد نفسها ومع ذلك في رواية في كتابة بشرة سودية أقنعة بيضاء لا توجد حتى الآن مسألة سريحة تتعلق بالنظال من حيث تمرد ينتهي المقاب ومنشد ضمير المتكلم من أجل كرامة الإنسان الأسود لكن التهديد لا يكون مستثيرا لا يظل مستثيرا هذا التهديد إذا تحدى الإنسان الأبيض إنسانيتي فسوف أظهر له فسوف أظهر له من خلال وضع كل ثقة للبشر على حياته إنني لست هناك موزة جيدة التي يسر على تخيلها في كتابة معذبة الأرض معذبة الأرض يستكشف فنو مسأخ العنف في فترة إنهاء الاستعمار يتم منشد تعقل المستعمر نحن نقدم لهم قيما آمنة ونشرح لهم أكثيرا أنه إنهاء الاستعمار ليمغ أن يعني التراجع لكن يتبين أنه عندما يسمع شخص المستعمر خطاب عن الثقافة الغربية في أنه يخرج من جيله أو على الأقل يتأكد من أنه في متناول يدي إن العنف الذي تم بيت تأكيد على سيادة القيم البيضاء والعدوانية التي تخلت المواجهة المنتصب لهذا القيم مع سليب حيات أو فكر المستعمر تعني بتريقة عادلة سخر المستعمر عندما نتحدث عن هذه القيم التي أمامه وعلى هذا الأساس سترتكز حركات الكفاعة المسلعة التي ستهيج الناس الجماهير في الجماهير يعني المنتفضة مستئة في الجزائر وجنوب أفريقيا وشرق آسيا وأمريكا اللاتينية كم يمكن استكشاف علاقة الجرامش بالاستعمار مع إشارة خاصة إلى الوضع في فلسطين وفلسطينيين فهو يتأرجع تاريخيا في السيق الإتالي والعام الأوسع في زمن جرامشي وسيق الفلسطين والعرب الأوسع في الآن الأخيرة خاصة في الحالة الأخيرة منذ بداية الاستعمار الاستيطاني في الشرق الأوسع وفي حين أنه يغتي نطاق نواسع من كتابات جرامشي والسيم الملاحظة الويردي في الدفاة للسجن فإنه يقدم اهتماما خاص لمنقشتي حول مسألة الجنوبية أنه يتناول موضوعات متكررة في الختاب الاستعماري مثل موضوعات فرق تصد والإيديولوجيا الموجودة في اللغة اللي جانب موضوع الهام نادي السيلة أنه يفترض الصداء المعرفة المستولى عليها والمستصلحة مع طريقة حياة كاملة مختلفة مثل المجتمع الفلسطيني عيوبة وكل شيء مع تصلية الضوء عليه نقاط القوة واختلافات المعدة خاصة أن تلك الموجودة في البلد والمدينة في دفاة العودة إلى الوطن الأصل يعرف سيزار الاستعمار بأنه أحد أعراض بربرية العليا التي تتواج وتلخص الحياة اليومية الهمجية وأمكانية نزع الحضارة كتابة بشرة سوداء أخنعة بيضاء لأنه الفانو هذا الموضوع الاقتطور في أعمق اللواعي الأوروبي هلال شديد السواد حيث تكمن الدوافع الأكثر لا أخلاقية وأقل الرغبات التي يمكن أن يعترف بها في سوبات عميق ويلاحظ أستاذ الأدب المقارنة الفلسطيني رأى الفكر ما بعد الاستعمار على خطاء فانو أنه نقد يعني أدوار سعيد نعم أدوار سعيد نعم ويلاحظ أدوار سعيد أستاذ الأدب المقارنة الفلسطيني ورأى الفكر ما بعد الاستعمار الخطاء فانو أن نقد الفكر لنظام الاستعمار ليست تعاني وحالي لنفسه تماما بين بنيات الحضارة الأوروبية فهي فكر ضدها ودخيلها إذا تم استدعاء فانو في فلسطين ذلك لأنه عبر بعبارة أكثر وضع حسما من أي تحاول ثقافي هيئة آخر من مجال الإسقل الوطني إلى مجال النظري للتحرر سيكون فانو غير مفهوم إذا لم نرى أن عمله هو رد فعل على البنائية النظرية التي أنتجتها ثقافة الرأسمالية الغربية المتأخرة والتي استقبلها المثقف المحلي في العالم أمثل ثقافة إذ تهاد واستعباد استعماري من تشخيص العصاب الناتج عن نظام القمع إلى تنظير الصراع الثوري غذة أعمال فانو الفكر ما بعد الاستعماري ولأنه يدرس العلاقات بين المهيمنين والمهيمن عليهم عن كثب فإنه قد يستفيد من الوصول إلى جمهور أوسع في هذا السدد كان قد سرح فانو عن الاستعمار الفرنسي لشعب الجزائر المالي أن الاستعمار يحارب من أجل تعزيز هيمنته واستغلاله البشري والاقتصادي كما يحارب من أجل الحفاظ على أمس الصورة التي يحملها عن الجزائر وصورة المحطمة التي يحملها الجزائر عن نفسها ويمكن تغيير صورة فلسطين عن نفسها لكي يعمل بشكل فعال على تصويت الاستعمار والاستيطان وصهيونية في العقول وفي الأجساد وحتى لا يتحول إلى هذا الآخر الذي يريده إلغاءه شكرا لجلسينا على نفس الانتباه أرجو أن تكون هذه المداخل هذا الربط بين فرانس فانون وإنهاء الاستعمار وتحرير فلسطين قد نال رذاكم هذه مداخلتنا عن القضية الفلسطينية من زاوية فرانس فانون وصراعه ضد الاستعمار إلى اللقاء